مسأل خيط موت المستشفيات تدمير وكالة الأروا اغتيال الصحافة لعب بنيراد ديبلوماسية مع إيران استدراج المنطقة إلى الحرب الشاملة ثم طهو المطبخ العالمي للإغافة وحرقه على نار غزة العالية هي وقائع جرت بالمشهد المباشر لكن الولايات المتحدة لن تصدق على أي منها بانتظار التحقيق ولسيما حيال استهداف إسرائيل سبعة عمال من منظمة World Central Kitchen الذين شاركوا في عمليات الإغافة منذ السابع من أكتوبر وقد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتحقيق سريع ومحايد في حادثة استهداف المنظمة الإنسانية علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أعطاه النتيجة الفورية واعترف بمسؤولية جيشه عن الحادثة وبرر هذا الاستهداف قائلا قواتنا أصابت عن غير عمد أشخاص أبرياء في غزة كان نتنياهو سريعا وغير محايد واعترف بإبادة طواقم إغافة عالمية قبل استهدافه لوائح الطعام وفي طريق عودتها إلى رفح ولدى وصولها إلى دير البلح أطلقت مسيرة إسرائيلية أربعة صواريخ على السيارات الدولية المصفحة فقتلت بولنديا وأستراليا وبريطانيا وكناديا وأمريكيا ومترجما فلسطينيا وآخرين لم يتم التعرف على جثثهم هي حادثة لا يمكن أن تكون عن طريق الخطأ لكون الطاقم الإنساني يعمل في غزة منذ بداية الحرب ويرفع على سطح مركباته شعار المؤسسة العالمية وإذ اختبأت إسرائيل خلف هذه الجريمة من دون تقديم اعتذار للدول المعنية وبينها أمريكا نفسها فإنها في جريمة ضرب قنصلية إيران في دمشق فاخرت بما أنجزت واعتبرت أن القنصلية ليست مقرا ديبلوماسيا بل كان لإدارة الحرس الثوري من العاصمة السورية ورفعت روسيا هذا الاعتداء إلى مجلس الأمن طلبا لإدانة استهداف مقار ديبلوماسية وستكون الأنظار على الأياد الأمريكية وما إذا كانت سترفعها بالفيتو لمنع الإدانة عن إسرائيل وهي إذا كانت لا تزال تحقق بملابسات مطبخ الإغافة فأن الحقائق في القنصلية الإيرانية ظهرت نتائجها منذ اللحظة الأولى للاستهداف وأحدى النتائج أن إسرائيل ضربت القنصلية وأرادت من خلال سيلان الدباء الديبلوماسية فك قواعد الاشتباك القائمة بين أمريكا وإيران وتعطيل أي تقارب كان يعمل عليه سابقا وسيستمر في المستقبل لكن طهران لم تكسر جسر العبور وإن وجهت الاتهام إلى واشنطن بالمسؤولية عن العملية سواء كانت على علم بها أو لم تكن تعلم ولم تلح في الآفاق الإقليمية الدولية نذور حرب شاملة إذ يعتقد بحسب قراءة الموقف الإيراني أن طهران ليست على خريطة الاستدراج أو تحويل نيران القنصلية إلى حرب عالمية وسيتم اختبار موقفها من خلال قرارات مجلس الأمن ومدى استعداد الدول الخمس الدائمة العضوية لتبني الإدانة التي قد تسحب عصب التوتر من المنطقة ترجمة نانسي قنقر